منتخب يعني جاوز ما نقولش هدفي الكعس ولكن جاوز ربما ما كنا نتوقعه ورغم الطموحات كنا نطمح وحنا كالصحفين على الأقل نجاوزوا نصف النهائي لماذا؟ لأنه آخر نتيجة لنا في الشن هي نصف نهائي بدورة السودان في 2011 هي كانت أول مشاركة في السودان وليوم ثاني مشاركة راح تقول لي نحن البلد المنظم نقول لك ستة طبعات سابقة مرة واحدة منتخب البلد المنظم نالكاس نالبطلة وهو المغرب في 2018 يعني 2009 مدتاش كوديفور و2011 مدتاش السودان و14 مدتاش رواندا 18 دلتال المغرب و20 مدتاش الكاميرون يعني في النهاية أفضلية الأرض والجمهور ما كانت يعني مؤشرة لأننا مرشحون للتتوجهة دي واحدة الثنين هذا المنتخب مربما مشكل عديد من منتخبات الإفريقية لكن نخص بالذكر المنتخب الجزائري لأنه عديد من اللاعبين جزائريين نقول بين قوسي هو محترفون لكن نقول يحترفوا أو يلعبون بين مركات وآخر خارج البطولة الجزائرية وعلى وجه التهديد في تونس يعني اليوم اللاعب ليتحضر معها لمدة ستة أشهر على أساس أنه لعب في البطولة المحلية بعد ستة أشهر ما يكونش معك وهذا مشكل يواجهه المدرب مجيد بوغرة ثلاثة تحضيرات مجيد بوغرة كنا نعرفها وتكلمنا عليها في عدة مناسبات ما كانتش في الوضعية الحقيقية لشان اللي هي حضور الجماهير والملعب التي تحتضرها لشان يعني كنا لعبنا حتى في تبرقى في تونس لعبنا بدون جمهور أشياء يعني ما كانتش ربما ما كناش يعني في الظروف الحقيقية تحتها لشان وفي النهاية هاد اللاعبين اللاعبين البطولة الجزائرية اللي البطولة تبقى فيها عيوب كثيرة جدا اللاعبوا البطول اللاعبوا في ملاعب صغيرة عشب إصطناعي في ظروف يعني صعبة جدا انتقادة للتحكيم فوضة كبيرة سوء تنظيم كان اشياء كثيرة لجوار الجريا لجوار الجريا مالكش لسون دي فورماسيو مالكش نفورميو دي جوار إكسبورتا بأريطان تقول لي عندنا يروحوا لتونس ويروحوا للمصر نقول لك هناك استثناءات ولكن كتدير قياس بما هو حاصل في إفريقيا في مالي ربما في كونتيفان سيبلي اكسبورتا سودي جوار في العرب كثيرة والبرودو جوار يكون أفضل يعني كان هناك عدة عيوب وعدة سلبيات أقول في منتخب المحلي أو البيئة التي نشأ فيها المنتخب المحلي ومع ذلك نجح في بلوغ النهائي في الطبعة السابعة أعتقد أنه المنتخب بوصول النهائي حق يعني أشياء فوق ربما طموحاته ولكن عندما تصل إلى النهائي وأنت صاحب والأرض والجمهور والجمهور تفاعل كثير مع المنتخب ما ولنش فرقه من المنتخب الأول والمنتخب المحلي وكأننا في البطولة العربية في قطر بنفس الصغيرة وهناك لعبين أخرين أكيد ولكن عطونا الجماهير عطونا الانطباع ويشوفوا كل المباراة على أنها منافسة يعني لا تقلوا شأنا على الكاد وبالتالي مادام وصلنا للنهائي والمنتخب السينيغالي ويكون منتخب قوي لعنده لعبين ممتازين أعتقد يبقى اليوم طموح مشروع أن الكاز تبقى في الجزاء